السلام عليكم ورحمة الله ازايكم عاملين ايه يا رب تكونوا بألف خير الفنانة الجميلة شيرين عبدالوهاب لأول مرة بترد عن موضوع حملها وليه خبت حملها من حسام حبيب ويا طرح هي فعلا حامل ولا لأ بصراحة رد بتاعها كان مسير قوي ليه جمهورها كمان حسام حبيب بيرد كمان رد قاسي وجارح بعد كلام كتير انتشر على لسانه ان هو رافض يعترف بالجنيء الجنين وان شيرين مش حامل منه وتصريحات هي انا شايفها تصريحات غبية من ناس اغبياء ان هما يقولوا حاجات زي دي هنعرف الحقيقة الكاملة وبكاء شيرين عبدالوهاب عند سؤالها يا طرح ممكن تحب راجل تاني وتفتح بيت من الاول ويه كمان قلبك يتفتح لحد رد كمان غريب قوي هنشوف كل حاجة بالفيديو خلينا كده في البداية ياريت اللايك الحلو بتاعكم وكمان ياريت الاشتراك لو اول مرة بتشوفونا وتفعيل زر الجرس طبعا لو مش عجبكم الفيديو ديس لايك عادي خالص كل واحد بيعبر عن رأيه الفنانة الجميلة شيرين عبدالوهاب يمكن اخبارها دايما درجة والناس كلها بتسأل عن اخبارها لانها لها قاعدة جماهيرية كبيرة وناس كتير بتحبها وبصراحة هي صوت جميل اوي اوي شيرين عبدالوهاب من وقت انفصالها عن حسام حبيب والناس ملهاش سيرة غير شيرين هما رجعوا البعض انفصلوا اتطلقوا هي حامل كلام كتير ولكن الموضوع انتشر اكتر بعد ظهورها في احد الافراح وهي بطرقص وبصراحة بطنها كانت منفوخة اوي كان باين عليها علامات الحمل اللي مفيش واحدة ست بتقدر تخبيها ايضا في حاجة كمان ان هي كل شوية كانت بتحط ايديها على بطنها وحاجات كتير حضراتكم اكيد شفتوها زي ما حضراتكم شايفين في الصورة حتى العريس كان حطت ايده على بطن شيرين ودي حاجة غريبة اوي يعني مفروض ما بتحصلش من مجرد عريس حتى لو قاربها خلينا نكمل ونقول ان شيرين لما تسألت عن موضوع حملها وشفنا منظر بطنها والناس قالت حامل حسام حبيب كمان قال بلاش تحط اسمي في جملة مفيدة او غير مفيدة مع شيرين عبدالوهاب سواء هي حامل او مش حامل هي ما قالت ليش حاجة معينة فبالتالي انا مش هينفع ارد ولا اتكلم وكمان بيرد مسير للناس اللي بتقول انه مش بيعترف بالطفل وانه هو مش ابوه او مش والد الطفل هو قال استنكر كل هذا الكلام وقال تصريحات غبية من بعض الناس اللي بجد اغبياء لكن رد شيرين عبدالوهاب اللي هنشوفه دلوقتي لما تسألت سؤال صريح وواضح يا ترى ممكن تبدأي بيت تاني وتحب تاني وقلبك يتفتح لحد جديد ردت رد واضح كلمة واحدة وما حاولتش حتى تستزيد في هذا الامر وقالت لا فقط لا غير والسؤال ده اتسألته على صفحتها الشخصية على انستجرام وهي كانت بتحاول ان الناس تسألها اسئلة وترد عليها ومن ضمن هذه الاسئلة كان سؤال واضح قوي شيرين هو انت حامل ولا ايه ليه بطن كبيرة وليه مخبية موضوع الحمل احنا عايزين نفهم ونعرف الحقيقة الكاملة طبعا شيرين كعادتها وبجرئتها ردت رد واضح وصريح على شائعة او موضوع حملها احنا لما شفناها قلنا حامل وانا مش هجزب انا نفسي قلت حامل والناس كلها لان شكل بطنها بيقول كده ولكن ردها كان مختلف تماما شيرين قالت بالفيديو وصرحت تصريحات وان فعلا بطنها منفوخة وبطنها كبيرة ولكن ده مش بسبب الحمل زي ما حضراتكم شايفين معانا لما تسألت وقالت هو انت حامل يا شيرين شيرين قالت لأ انا مش حامل ولا اي حاجة انا عندي انتفاخ زي ما حضراتكم شايفين ليس صحيحا وانا شرحت قبل كده في مدخلة اسباب انتفاخ المعدة عندي فهو لي علاقة ببكتيريا والقولون العصبي وفقط لغير يعني ولا حامل ولا اي حاجة وكل الكلام طالع شائعات ربنا يسعدها ان شاء الله فهو عندها بنتين زي الامر لو اخذت بالها منهم ويكونوا افضل احسن لها سلام عليكم